ولسه مازال منورني فضيلة الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية كنا مولانا قبل الفاصل كنا بنتكلم على اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب حابين نتكلم على فكرة الاجتهاد في العشر الأواخر يعني إزاي ممكن الإنسان ينال الثواب الأكبر أو الأعظم من خلال عبادات معينة بيؤديها من خلال قراءة قرآن يعني فعل الخيرات نركز على إيه تحديدا بقى في العشر الأواخر لربك في أيام دهرك دهرك لنفحات وسبحانه وتعالى جعل للأوقات عبادات يعني كل وقت يعني المفروض أنت بتعبد ربنا على كل يعني بكل الأوجه بتعبد ربنا بالتعبد الخالص وبتعبد ربنا سبحانه وتعالى بعمارة الأرض برضو ده على فكرة فيها نوع من العبادة وبتعبد ربنا بتسكية النفس نوع من العبادة وفيها بس فيه عبادة تبقى أليق بوقت معينة إحنا لما بدخل العشر الأواخر يليق على قدر المستطاع طبعا وفيه ناس تبقى عبادتها في حاجات تانية حتى في العشر الأواخر وسبحانه وتعالى العليم بخلقه لكن يليق إن انت إذا استطعت إنك تفرغ نفسك لتعبد الله سبحانه وتعالى على قدر ما تستطيع هناك من بيعتكف يعني اللي هو جزء منه اللي اعتكف جزء منه إن انت بقى إيه تزود قراءة القرآن إن انت تكثف الدعاء تعمل الأوقات كده متعملش فيها حاجة اللي إنك تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال والطلب ودي حاجة عجيبة جدا وعظيمة جدا إن ربنا سبحانه وتعالى يشرع لنا أن نعبوده بأن نطلب منه ويجعل هذا يعني هو بتعبده وبني آدم إذا توجهت إليهم بالطلب يعني إيه ما كان يتضجر كده شوية على حاجة لكن ده يجعله سبحانه وتعالى هو مخ العبادة بل هو العبادة الدعاء هو العبادة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلب منك يقول ادعوني أستجب لكم ادعوني يعني بيطلب منك أن تدعوه سبحانه وتعالى ويجعل هذا عين العبادة ومعنى أن أنت مسلم جدا أنك عبد له اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فالدعاء في هذه الليالي من الوظائف من العبادات المؤكدة جدا التي ينبغي أن نحن ما نفوتش أبدا وباستمرار ومن يزهقش أبدا من العبادة من أحرى بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومد من القرع للأبواب أن يدعوه الإنسان مع الله سبحانه وتعالى لابد أن يتمسك ما يزهقش من وقوفه ببابه يعني إدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة نعم نعم نعم